بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ليختار الله سبحانه وتعالى لك الذرية الصالحة وليختار لك الرزق الصالح والحلال والهنيئ وليختار لك الله سبحانه وتعالى الزوجة الصالحة وليختار لك أيضا الصديق الصالح هذه الأمور كلها مهمة في حياتنا قبل أن تفكر أن تتزوج اقرأ هذا الدعاء قبل أن تدخل في تجارة أو تطلب رزق من الله سبحانه وتعالى اقرأ هذا الدعاء قبل أن تصادق أي أحد اقرأ هذا الدعاء وكذلك قبل أن تنجب ولدا أو بنتا اقرأ هذا الدعاء كي الله سبحانه وتعالى يبعد عنك الأولاد العاقين وكذلك لا يجعلك تخسر مالك أو يكون مالك من حرام وكذلك لا يجعلك تتزوج أو أنت تتزوجين من رجل ربما يعني غير جيد أو هي امرأة غير جيدة أو إنك تعاشر صديقا ماكرا يخذلك في الشدائد ويفرح ذا وقعت في ورطة وهذا الدعاء عند علمائنا الأعلام مهم جدا 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 كي يرزقك الله الذرية الصالحة والمال الحلال والزوجة الصالحة والصديق الصالح رجاء استمع رجاء استمعي من دعاء النبي صلى الله عليه وآله في الاستعاذة من شر المال والعيال والأصحاب من قرأه أعاذه الله من شر المال الحرام والعيال العاقين وأصحاب السوء وكذلك الزوجة الغير جيدة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي ضياعا بعض الأولاد تراهم بعض ذريتك تراهم وكأنهم رب وكأنهم إله يعني بمجرد أن تخالفهم بكلمة يقومون في مسألة العقوق أو إنهم يعني يتنافزون ويتعصبون فلذلك تخضع لهم وكأنهم هم يعني أبوا لك ولست أنت أبا لهم اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي ضياعا ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي ومن خليل ماكر عيناه تراني وقلبه يرعاني إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه هذا الدعاء المبارك موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الثالث صفحة 558 لمن أراده يعني بعض الخطباء بعض المبلغين يطالبوننا بالمصدر لكي يستفيدوا منه في خدمتكم برنامج صباحات ولا إياه أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام